تسابق هذه الخياطة الزمن للانتهاء من حياكة جلباب لأحدى زبائنها في الوقت المطلوبة فبعد أشهر مما يوصف بين الخياطين بشبه عطالة يزداد الإقبال على الجلباب في رمضان أو ما يسمى محلياً بالجلابة وهي لباس تقليدي يحرص المغاربة على ارتدائه في مناسبات متعددة خاصة المناسبات الدينية الجلبة يكون على إقبال كبير في سافر رمضان بالنسبة للرجال وبالنسبة لعيالته وعاد في العيد في الخرد رمضان عاوتي يكون إقبال كبار كترقع يعني يقول لي إقبال على الجلال بديه العيد ما عم نبتين طروزين ودكشي وجلال بحتى ما كيبغوا جابة دورة وارين ويفضل المغاربة نساء ورجالا ارتداء الجلباب في شهر رمضان خاصة في أوقات الصلاة أو زيارات الأهل بعد الإفطار ومنذ سنوات غزت المكننة قطاع خياطة الجلابيب فصارت تباع بأسعار أرخصة مقارنة مع الأثواب التي تحاك باليد كما أن التصاميم صارت بسيطة وعملية بشكل يجعلها في متناول الجميع نحن المغاربة معروف علينا في هذا الشهر الفاضل نأخذ جليل بيت باش ندوز شهر المبارك كريم وكل سانة كنأخذ جليل بيت اللي كتناسبني واللي كنتيها كمرأة مغربية لا أستغني عن الجلابة المغربية خاصة في المناسبات الدينية ورمضان بالخصوص وهذه الدجلابة اللي سنرتدي هي بالبرشمين وعندنا أنواع أخرى ويوم الجمعة وقاء أنا موظفة لا أستغني عن الجلباب المغربي اللي سنلبسه بشكل تقليدي عصري للنساء خيارات غير محدودة في التصاميم والألوان وللرجال أنواع شهيرة أبرزها الجلباب الصوفية ويرتديه سكان الجبال في فصل الشتاء أما هذا الثوب الذي يسمى بالسوسدي فيعتبر الأكثر إقبالا بين سكان المدن خاصة في رمضان والأعياد ولكل مذهبه في عشق الجلابة ارتدى المغاربة الجلباب على مر الزمان وإن فردت متطلبات العصر هنداما أكثر ملاءمة فإن مناسبات كشهر رمضان تعتبر فرصة لتجديد العلاقة مع هذا الزي التقليدي عفاف بوشيخي المشهد الرباط